البيئة وطال كل لبنان أراد العدو من خلال عدوانه الغاشم أن يسحق المقاومة وأن يلغي حضورها ووجودها فواجهته المقاومة بمعركة أولي البأس التي كان لها الدور الكبير والأساس في الوصول إلى هذه النتيجة التي وصلنا إليها عشنا أياما وأسابيع لمدة 64 يوما بالتضحيات والآلام والشهداء والجرحة والنزوح بصبر وثبات وتوكل على الله تعالى هو اختبار لأصحاب العزم والمخلصين قال تعالى في كتابه العزيز أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب الحمد لله الذي وفقنا وحقق وعده بنصر المؤمنين بعد هذه الزلزلة وهذه الصعوبات وهذه التعقيدات بسبب الصبر والتوكل والثبات بحمد الله تعالى ثلاثة عوامل أساسية لها علاقة بنصر الله تعالى لنا في هذه المعركة أولا وجود المقاومين المجاهدين الاستشهاديين في الميدان وصمودهم الأسطوري الذي أذهل العالم فهم كانوا على الحافة الأمامية بشجاعة وبسالة وتضحية واستطاعوا أن يوقفوا المد الإسرائيلي كما كانت الصواريخ والطائرات المسيرة تصل إلى أهدافها إلى تل أبيب وحيفا وكل هذه المناطق في الجبهة الشمالية في فلسطين المحتلة وجود المقاومين وصبرهم وجهادهم كان عاملا أساسيا من عوامل النصر والتوفيق العامل الثاني دماء الشهداء وعطاءاتهم وعطاءات الجرحة دماء الشهداء وعلى رأسهم سيد شهداء الأمة سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه هذه الدماء التي أعطت زخما وحافزا للمجاهدين من أجل الاستمرار وصبرت الناس لتوقع أن يكون هناك انتقام ومواجهة لهذا العدو الإسرائيلي العامل الثالث استعادة بنية القيادة والسيطرة فعاد الحزب متماسكا قيادة ومقاومة وهذا ما ساعد على إدارة معركة البأس بشكل متناسب في إدارة النيران وإدارة الميدان والعمل المباشر الذي ساعد على تحقيق هذا الإنجاز إذن نحن أمام ثلاثة عوامل أثرت في عملية النصر لله تعالى للمؤمنين وجود المقاومين ودماء الشهداء واستعادة البنية هنا يذكرني قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم إن تنصروا الله كيف ننصر الله حتى ينصرنا يعني لابد أن نعد العدة لابد أن نعمل وفق القوانين الطبيعية في عملية المواجهة لابد أن ننظم صفوفنا لابد أن نتحمل عطاءات الدم والتضحيات وأن نصبر ونتوكل هذا كله في إطار نصرة الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله الحمد لله وفرنا من جهتنا النصر لله تعالى فأعطانا الله تعالى النتيجة ينصركم ويثبت أقدامكم ولذا نحن انتصرنا في هذه المعركة بعد أن نصرنا الله جل وعلا بالقيام بما علينا بأداء واجباتنا بتماسك عددنا وعدتنا بالتعاون مع المخلصين الشرفاء بالتفاف الأمة من حولنا هذا كله ساعد في هذه النتيجة انتصرنا لأن مقاومتنا باقية ومستمرة وستتألق أكثر انتصرنا لأن أهلنا احتسبوا تضحياتهم عند الله تعالى ويفاخرون بولائهم انتصرنا لأن العدو الإسرائيلي لم يحقق أهدافه وهذه هزيمة له انتصرنا لأن الوحدة الوطنية تجلت والفتنة خنقت في مهدها هذا توفيق من الله تعالى نحن واثقنا على اتفاق إيقاف العدوان ووقف اطلاق النار ورجال الله في الميدان مرفوعوا الرأس من موقع القوة ومن موقع العزة هذا الاتفاق هو اتفاق إيقاف العدوان وآلية تنفيذية للقرار 1701 ليس شيئا جديدا الاتفاق آلية تنفيذية للقرار 1701 هو تحته وليس فوقه هو جزء منه وليس قائما بذاته ولا هو اتفاق جديد ماذا يدعو هذا الاتفاق يدعو إلى انسحاب إسرائيل ترجمة نانسي قنقر